بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرك مكتب النائب العام الليبي الاثنين دعوة جنائية ضد ستة عشر مسؤولا عن إدارة مرافق السدود وأمر بحبس عميد بلدية مدينة درنة وسبع أخرين احتياطيا وسط تساؤلات عن موقع اللواء المتقاعد خليفة حفتر من هذه التحقيقات خاصة مع سيطرته الكاملة على الشرق الليبي بما فيها درنة والمناطق المنكوبة واتهامات بضلوعه في الكارثة وجاء في بيان نشره مكتب النائب العام الصديق الصور عبر حسابه على فيسبوك أن سلطة التحقيق تحرك دعوة جنائية في مواجهة ستة عشر مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد وأفاد البيان بأن لجنة التحقيق حادثة فياضان مدينة درنة باشرت مهم التحليل حادثة انهيار سدي ودي درنة وسيدي أبو منصور واستقصاء الأسباب المؤدية إلى الحادث وذكر البيان أن عميد بلدية درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساية استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها وتابع البيان أن رئيس هيئة الموارد المائية السابق والرئيس الحالي للهيئة ومدير إدارة السدود ومن سبقه بالمنصب ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية بدرنة لم يأتوا أيضا إلى التحقيق وأشار إلى أن هؤلاء وبينهم عميد بلدية درنة لم يحضروا ما يدفع عنهم تهم إساية إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم وكذلك إسهامهم بالأخطاء في وقوع كارثة فقدان ضحايا الفيضانات وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة في الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد وأوضح أن المحققين في القضية انتهوا إلى حبس الأشخاص الثمانية المذكورين احتياطيا ولم يذكر البيان أسماء هؤلاء المسؤولين كما أنه لم يذكر أسماء أو مناصب بقية الأشخاص الذين حركت بشأنهم الدعوة الجنائية وفي العاشر من أيلول سبتمبر الجاري اجتاح إصار دنيال عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضة والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر مخلفا آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار مادية كبيرة أما عن حدود سلطة النائب العام الليبي فبالرغم من أن ليبيا تعيش حالة انقسام وتخضع لسلطة حكومتين في الشرق والغرب إلا أن أستاذ القانون في جماعة طرابلس محمد بارا قال إن صلاحيات تحقيقات النائب العام تمتد إلى عموم ليبيا مشيرا في حديث خاص لعرب 21 إلى أن سلطة النائب العام تمتد أيضا زمانيا لتشمل محاسبة مسؤولين منذ عهد نظام العقيد معمر القذافي بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي عبدالله الكبير إن قرارات النائب العام بإيقاف بعض المسؤولين عن الكارثة لها علاقة في الجانب الخاص بالاستعدادات المسبقة كالصيانة الدورية للسدود والأموال المخصصة لإعمار درنة بعد الحرب مشيرا إلى أن هناك جانبا آخر يخص الاستجابة والإدارة وهذا هو الجانب الذي لم يقرر فيه النائب العام بعد وأضاف الكبير في حديث خاص لعربي 21 إن الاستعدادات لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذه النوازل الطبيعية هي الأهم حاليا لأنه كان يمكن تجنب هذا العدد الضخم من الضحايا إذا كانت التزمت الاستجابة للإعصار بأهم إجراء وهو إخلاء المناطق والأحياء المعرضة للفيضان من السكان ولو بالإكراه هل تطال التحقيقات خليفة حفتر؟ وحول هذا السؤال قال الكبير لا نعرف المدى الذي ستصل إليه التحقيقات ولكن القرار النافذ في شرق ليبيا بيد حفتر وبعض أبنائه وكل شيء يسيروا بتعليماتهم وهم من ينبغي أن يخضع للمحاسبة والتحقيق لكنه شدد على أنه لم يسبق أن وجه أي اتهم لحفتر رغم مسؤولياته عن الكثير من الجرائم ولا نعرف هل ستطاله التحقيقات هذه المرة أم لا وفق قوله وكان تقرير نشرته صحيفة التليجراف البريطانية كشف عن رفض خليفة حفتر طلب المجلس البلدي بمدينة درنة المنكوبة بضرورة إخلاء وسط المدينة ورفع حظر التجول حتى يستطيع الناس التحرك قبيل كارثة انهيار السدين بساعات قليلة وذكرت الصحيفة أن عميد بلدي الدرنة طلب من قوات حفتر المتواجدة في المدينة والمسيطرة عليها منذ عام 2012 ضرورة السمح بإخلاء وسط المدينة والمنازل القريبة من الوادي والسدود عندما اقتربت العاصفة لكن هذه القوات رفضت الأمر بل انتشروا لتطبيق قرار حظر التجول مساء يوم الكارثة في حين ذكر تقرير لديوان المحاسبة الليبي بعد الكارثة أن وزارة الموارد المائية قاعست منذ فترة كبيرة في متابعة خطابات الضمان بشأن صرف مبلغ بقيمة 2 مليون يورو 286 لصيانة سدي درنة في عام 2020 لصيانة شركة برسيل التركية في إشارة لتورط حفتر كونه المسيطر على الوزارة وقتها وأكد التقرير أن الوزارة ومن معها تقاعسوا وأهملوا عقودا وقاعة الحكومة ومنها عقد لصيانة وتأهيل سدي درنة وأبو منصور في كانون الأول ديسمبر 2020 وأن هناك مشروعات منذ 2012 و13 باسم مشروع إعادة تأهيل سدي درنة حيث صرفت ميزانية له ولم يحدث أي شيء ولم يعرف مصير الأموال حتى الآن في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته